حكومة الكاظم الحالية يعني يمكنها بأي شكل من الأشكال لأن تقود العراق إلى المرحلة المقبلة كحكومة تسوية والسؤال الأهم يعني أشتقى من جواب السيد رمضان أو من المحور اللي تحدثنا به هل نادم دول الخليج العربي أو الدول العربية أو العمق العربي على ترك العراق منذ 2003 وعدم الاعتراب بهذه الحكومة خوفا أن يكون عراق الموذجا ديمقراطيا يكون يعني بوابة لدخول لتغيير الأنظمة الدكتاتورية الشمولية لطويلة الأمن يعني أبدأ من حيث انتهيت بس أرجو أن تعطيني فرصة التاليوم كريم مع الضيوف أكثر من لا 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 واقع حال عموما الكل يتحدث ان شاء الله بوطنية يعني احنا الآن جامل ولا الغازل دول الجوار ودول المنطقة كانت حتى وقت قريب إذا لم تكن حتى هذه الساعة هي من تسعى لأن يكون العراق متشضيا لأن يكون العراق ساحة صراع الكل الكل مذنبون أقرب وأصغر دولة مجاورة أن الكويت هي كانت تبط سمومها بداخل العراق هذا ما ينكره وحدة باحثة عن ثأر وحدة باحثة عن أطماء وحدة تريد تاخذ نفطك وحدة تريد تأخذ حفكارك تريد تأمن نفسها وعلى رأسهم أميركي الكل كان ولي هذا هذا مواقع العراق لو لا هذه الضغوط وبالمناسبة موهي موشي مخفي هذا معلن تتحدث بها سادتهم ويتحدثون بها عبيدهم من الداخل الكل يتحدث التركيا متدخلة ولهذا ربما كل المساول اللي نحتيها يمكن له بلد غير بلد العراق لأنه لا تحمل هذا اللي يتحمله لذلك الآن اليوم صار العالم يتجه إلى تغيير الخارطة السياسية اليوم المشروع الأمريكي على شرق أوسط آمن اليوم أكون هناك طلبات أو نداء لتصفير الأزمات هو اللي يجعل من يبحث اليوم عن العراق أو يطرق بابه من أجل السلام أما أنا اليوم أنسى كل جراحات السابقة من دول الجوار ولا أستثبي منهم أحدا أمريكا العفو التركية إيران السعودية دول الخريج الإمارات وأجي اليوم أقول العرب من دوء إديهم سواء احتضنهم سيد الكاظمي أو سيد الكاظمي القام بها الجولات المكوكية سيد العزيز إحنا المؤامرة على العراق مؤامرة كبيرة مؤامرة لا تكاد تتحملها دولة عظمة ولكن ربما هو الله الذي حما هذا البلد من هذه النيارات هناك من سعى إلى القتال وين يعني ونعمة بالله لكن لا تدقني بموضوع أنه الله حامي هذا شي ريدي يصير ونعمة بالله صبعا بس شي ريدي يصير في بلد أكثر من اللي يدي يصير بالعراق ما عندك مشاكل اجتماعية ما عندك مشاكل سياسية مشاكل صحية سيد العزيز ما نفلش بلد بلد يسه متهدم مثل العراق مري شي سليم أنا اليوم أشبه لك حالة العراق مثل أنت شاعل لك في النار صغيرة وعدك 50 واحد إذن هذه الدول هذه الدول نجحت في تجهير هذا البلد لا تقولي البلد أنه واقف بكرامة معينة أو كذا لا أكيد أبدا مواطن العراق وين ميروح مهان مهان طبعا حتى على أقرب الدول اللي هي اللي يبقمها من إيدي بالضبط وهذا الإذلال بعينه شوف أنا أقولك فتشغلة يعني هذا العراق اللي كان يوم من الأيام هو قبلة العرب بل قبلة الشرق بلاد الشرق أوسط خليني زميه أصبح اليوم الكل تبحث عن أنه يسقط إلى الهاوية طبعا يتنحى أخياره وتبقى أشراره الوطني وين وين صار الوطني الوطني أمه محارب هذا ابن البلد اللي يحافظ أنا أجل يشح حروق دمني وبس ما بيدنا حيلة ولا نمتلك طبعا هو شون الزيانين مثل ما قلوه هنا ويقوم يقوم الشيانين وبالنتيجة احنا وصلنا إلى منحدر خطير شكرا